السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واشركم بروكا لندخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة وراحة البال وصفة اليوم غادي نحضر معكم البريوات باللوز بالنكهة دي البرتقال كيجيو مع الكين مقرمشين اه نعطيكم طريقة باش كان نحتفظوا بهم مدة اطوال كيبقوا مقرمشين حتى كيساليو كيما كتشوفو كيجيو مع الكين والدادين مدقلي ومختلف نتمنى اتنا الاجاب جاركم وصفة تحت اليوم اول مرحلة غادي نبدو باللوز عندي هنا اي 500 جرام من اللوز اللي فسختو ونشفتو مزيان ليلة كاملة حتى كي نشف عاد من بعد غادي نستعملو في هاد الوصفة غادي نحتاجو كيما كديكم نص كيلو تاعت اللوز غادي نقليها او لا تقدرو تستعملو هاد اللوز هادا تقسمو على الجوج مرات يعني نصف الكيميات تخليوها يعني العقدة اللوز عادية ونصف الاخر تقليوه هنا بعد ما قليت اللوز غادي نتحنو في هاد الاشواغ سواء ستقليوه او لا تدهنو بشوية ديال الزيت ودخلوه لفران كما كدهكم او لا تقسمو الكيميات هلا حسب نتوما الاختيار ديالكم هلا نحتاج معلقة كبيرة من قشور ديال البرتقال اللي مسلين قطعتهم قطع صغيرة معلقة كبيرة من سكار سقيل تقدرو تديرو كيمياء اكثر جوج معلق او لا جوج معلق صغار من مربع البرتقال او لا معلقة كبيرة مزيان من الكونفيتور ديال البرتقال تقدرو تستعملو على القشور او لا تستعملو على الكونفيتور ديال البرتقال ديرو واحد فيهو لكن يدرتوهم بجوج كي جي ماداق رائع جدا خاسكم تجربو باش تعرفو شنو اه شنو عليش كن هنضر يعني الماداق كي جي رائع جدا هنا بانسبة الكيميات عد السكار تقدرو كتر يعني ديرو جوج معلقات انا كتفيت غير معلقة كبيرة من سكار سقيل الماداق كي جي هو داك مالعسل كي جي الحلوة مكتقركمش بانسبة للاكل سافي كنتحن السكر مع اللوز من بعد غادي نضيف جوج معلقة من زبدة نوازيت غا نزيدها على هاد اللوز يعني كنتحنو مزيان غادي نضيف معلقة كبيرة من المربا ديال البرتقال وقشور ديال البرتقال مسليم سافي وغا تنعود نضحن الكل ضيفو التال للقرفة بالنسبة للاخوات اللي بغاو يضيفوا القرفة فهدنك هاد البرتقال كتبقى داينمو الأفضل ما تزيدو مع هاد اشي حاجة اخرى اللمس كحورة لقرفة يعني كافي البرتقال كي شي واحد لما داقلي هو الديد وزيف مكتجيش البريوام جيدا غادي نحتاجو نصف كيلو من باطافيلو او للورقات البستيلة غيرو كان هاد الورقات ديال الفيلو كتجي مقرمشة اكتر سافي كان ناخد الكيميا باش غادي نخدم وكان نردها في بلاستيكا وننوي عليها منديل باش ما تقصحش سافي كان ناخد الورقة هاد الشكل تنطويها على جوج وكان بدك نقطعها اشريطة هرح ساب القياس اللي بغيتوهم بغيتوهم كبار قطعوهم كبار بغيتوهم صغيرين قطعوهم صغيرين انا هنا يدرتهم صغارين ويموية نحاول شارط اللي قطعت اللي اول كنعبر بيه كيما موضح في الصورة سافي كان نجمع الاشريطة كنديروه في بلاستيكا باش ما يقصحوش وكان اخد شي ربعا ها كاكلة ثلاثة على حسب انتوما الطريقة اللي غتجيكم سهلة باش تخدمو فانا كندير ربعا ولا خمسة كنخدم طقا واحدة بهاد الشكل سافي كان نحاول نزير في الاول اختاروا النوعية الجيدة بالنسبة لي غتخدم بهد الباتتا فيلو كينوح النوعية اللي كات تكسر غتعدبكم في الخدمة وباختاروا النوعية الجيدة بالنسبة لي الورقات الفيلو كتجي احسان بكثير على الورقات البستيلة كتجي مقرمشة بزاف سافي وكننسق بهد الشكل بالعجين ديال خالط ما بين الماء والدقيق او لا تقدر تلسقوه ببيض البيض سوف نقليهم لذلك ما دهنتهم سوف نقليهم لذلك ما دهنتهم دهنوهم بالقليل من الزبدة فاش تلبيوهم وتسقوهم ببيض البيض سوف نقليهم تفاديين ديالك الكوشة اللي كتكون في المقلاء فالسقط غير بالخالط ديالدقيق و الماء سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكيمية نتمنى الطريقة تكون واضحة بالنسبة للأخوات المبتدئات في اللول كنزيرو باش تجينا البريو مقدة بالنسبة للحشو تقدروا ما تعبروش يعني اللي غايخليكم انهم يجيون مقدين وهما يعني الأشريطة اللي قطعتوهم متساوين فالبريو كتجيكم كلهم تقدروا حدا رحش الطريقة اتبسط حتى ينشفوه تماما جدا نقليوهم اولا كنتخلوهم الفران بنسبة اللي غاد دخلوهم الفران دهنهم بالقليل من الزبدة من الفوق ودخلهم من الفره را يأتيوا بحال مقليين كي يأتيوا بقرمشين لكن يجب أن نشاهده مزيان أعاد تقليوهم أنا أسقناهم بالعجين فمن الأفضل يبقى واحد شوية حتى نقعد مقليوهم هنا بالنسبة لكيميا هذه هي كيميا اللي خرجت ليها بالنسبة لي بغا تحتفظ فيهم في المجميد أعاد من بعد تقليهم وقت ما بغا تقليهم وتعسلهم تقدروا بلاستيك طريقة كل طبقة تفرشوا لها بلاستيك غدائي وكادقوا لكين من فرقوا المقلع يعني ما تخليهم مش تتلقوا أو لسه تقليهم وتعسلهم وحتفظهم في المجميد لكي يبقوا مقرمشين يعني بحال بحال أو لا تخضروا بالنسبة لأخوات اللي كي تكون لهم كيميا كثيرة ستصوي بالكيميا اللي ستقدي وتخليها تبا تتلغط لي وعدق لها هنا هذي نحتاج زيت القلي والعسل اللي خاص يكون بهذا الشكل يعني ما يجيش خفيف دائما معسلات العسل خاص يكون شوية تقيل نقلع شعلت عليها الحارة المتوسطة سوف يكون نوضع البريوات ملاحظة أخرى أنكم خاصكم تخلطوا يعني نفس طريقة ديال اللوز فاش نخليو اللوز دائما نخلطوا نحركو هكا ما بين الزيت والبريوات يعني ما نخليوهم شتي طيبو يعني باش يكون واحد اللون موحد ما يشي شي طايبو وشي محروقوا هكا فضروري أنكم تخلطوا ما تغفلوش عليهم بهذا الشكل وزيت ما خاصاش تكون مجهده بزاف باش ما يتغطفش ليكم اللون ديال البريوات كي ما كتشوفوها واللون اللي خاصان تحصلوا عليه خاص يكون دهابي صافيو كنوزوهم وكرخيوهم في العسل تنغطيوهم في العسل كي ما كتشوفو العسل كي يكون تقيل وتنخليوه تقريبا ساعتين تلتسوايع وقت اللي قضيتو تخليهم راتي تشربو العسل ساعة كافية كي ما كتشوفو صافيو كنخليهم على الجانب هانتوما كي ما الشور كي يجيو معالكين وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات كي يجيو لدادين بزاف نكهة ديال البورتقال كي تجي باين فيه نتمنى الوصفة اليوم اتنا الإنجاب ديالكم وتجربوها وعش لكم بروكة شكرا شكرا